هذه آية المقام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله اصطفانا بالكتاب بالقرآن الكريم في رأي الجماهير الكتاب هو القرآن في رأي جماهير السادة المفسرين فمنهم ظالمون لنفسه وسنفسر هذا في وقته ومنهم مقتصدون ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يدخلها السابق والمقتصد والظالم لنفسه وأيونا علي مظلم نفسه بالتخصيل في بعض المفروضات بارتكاب بعض المنكرات والمحرمات أيونا الله قال ما في مشكلة ولكن أنتم أمة التوحيد وأمة الاصطفاء في نهاية المطاف العبرة بماذا؟ العبرة بالتصديق والإذعان افهموا هذا بالله عليكم العبرة بالتصديق والإذعان نحن كأمة موحدة أمة لا إله إلا الله اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها ولقنا إياها عند الموت ويوم الحشر والبعث والسؤال اللهم أمين إحنا أمة لا إله إلا الله محمد الرسول الله هذا هو الأساس والمعتمد والمعتقد هذا هو المحور والمركز والمدار هذا قطب الرحة ليه؟ ليش؟ قطب الرحة ليس من عندي وليس كلام أي تهويم وعواطف قال فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها شوف صيغة الحصر يا أخواني نفي واستثناء لا يصلاها لا يدخل جهنم لا يصلاها إلا الأشق الذي كذب نحن مصدقون بفضل الله نحن أمة لا إله إلا الله والله يقشعل البدن أقصم بالله من كتاب الله ما أجمل كتاب الله وما أرحم وما أعظم هذا الكتاب وواضح وعنده خطة واضحة بعيداً عن هذه النصوص التي لا أدري من ألفها من سبكها من وضعها من زاد فيها من أدرج من نقص شيء عجيب مزقت الأمة دمرت ضميرها دمرت حسها دمرت عقلها منهجها في التفكير يا إخواني شيء عجيب هذه النصوص قرآن واضح قل لك لا يصلىها إلا الأشق الذي كذب وتولى نحن لا نكذب أمة محمد لم تكذب أمة محمد هي أمة الشهادتين أعني كذلك القرآن يقول اجمع الآن هذه الآية الكريمة بضميمة آية فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا نحن المصطفون نحن المصطفون والله المصطفي نحن المصطفون قال فمنهم ظالمون لنفسه من الأمة المصطفى وهذا ظاهر الآية ينتبهوا هذا ظاهر الآية وهذا عليه أيضا جمهور المفسرين وإن كان بعضهم قال بغير هذا قال الله الظالم لنفسه الكافر أو المنافق عجيب قالوا هذا هذا غير داخل ليس في الأمة المصطفى عجيب قال والمقتصد هذا من أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات قالوا هذا هو المقرب وكنتم أزواجا ثلاثة وفي عندك أصحاب المشأمة وفي عندك أصحاب الميمنة وفي عندك إيه السابقون السابقون أولئك المقربون فسروا هذا بهذا وغير دقيق مش لأنها ثلاثة ينبغي أن تفسر بثلاثة لا لا سياق الآية سياق الآية وما توحي به يختلف تماما ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم بدأ يقسم قال لك من هؤلاء المصطفين ظالمون لنفسه وحتى لا تتهوكوا باختصار أصح الأقوال الظالم لنفسه هو الذي يدور مع الكتاب مرة ويخالفه مرة يعني يخضع لشرع الله يعمل بشرع الله مرة أيها الإخوة فيحرص على الواجبات المفروضات وينتهي عن المنكرات المحرمات مرة ومرات يضيع بعض المفروضات ويتورط يتقحم ورطات المحرمات أكثر المسلمين يفعلون هذا صحيح أكثر المسلمين من من المسلمين لا يكذب لا يغتاب لا ينم بل منهم من يزن ومنهم من يشهب الخمر ولسنا نقول إنه كافر عوذ بالله حاشا إلا لسنا خوارش لا نكفر من شرب الخمر وهو نقرم بحرمتها هذا عاصي هذا مسلم أو مؤمن عاصي مذنب أليس كذلك نعم وباب التوبة مفتوح أمامه مبسوطة التوبة مبسوطة له وين ظرائه التوبة مبسوطة له ولأنثاله هذه التوبة التوبة لمن لمن عصى أيها الإخوة وقصر الله قال هذا من الأمة المصطفى ومنهم مقتصدة الاقتصاد أصله التوسط في أصل الوضع اللغوي هذا اللفظ وضع على هذا المعنى يعني له على هذا المعنى معنى ماذا؟ التوسط المقتصد متوسط له سابق وله ظالم بمعنى ماذا؟ أنه يلتزم أيها الإخوة خطة القصد فيأتي الواجبات المفروضات وينتهي وينزي عن المحرمات والمنكرات ولكنه يقصر في كثير من المشتحبات ربما لا يفعل المشتحبات إلا قليلا ويأتي بعضا أو كثيرا من المكروهات ليس محرمات قطعية مكروهات هذا مقتصد فهمتوا كيف؟ يفعل الواجبات يترك المحرمات المشتحبات لا يوجد إلا قليلا مكروهات فيه إلا قليلا مرات يطرفوها هذا مقتصد ومنهم سابق اللهم اجعلهم من السابقين ومنهم سابق بالخيرات انظروا للقرآن الكريم انظروا العظمة لكذا تأليف محمد أغبياء لا يعرفون اللغة لم يتذوقوا جمال القرآن لم يتلوه أو يفكروا فيه بالقلوب بالأرواح الطاهرة النظيفة لكن بعقول مخبلة مدنسة عقول مخبلة ونفوس مدنسة بالإثم والفواحش والعياذ بالله والكبر والعنجهية والإعراض والجحود أيها الإخوة والإدعاء والانتفاخ والانتفاج والمزاعم يحبوا يزعوا منهم غير الشكل وهم أذكى مننا يعني نحن قبياء نحن متدينين نفهمش نعرف حاجة ياهم بلان أنتو نعرفش قابلنا حياتنا في العلم والفكر والفلسف والأدب طيلة حياتنا وابن فهم الشهن هم يفهمون أشاء الله فقصوا اليوم يا البيضوا يفهموا كل حاجة وطلعوا القرآن كلام فارغ هذا لا شوف شي عجيب فيه قال لكم منهم سابق بالخيرات بإذن الله ليش ليش قيد السبق بالخيرات بهذه المأذونية الإلهية إشارة إلى عزة الرتبة وصعوبة مأخذها صعب الله يقول صعب إلا على من سهله الله له وعليه صعب أن يبلغ أو تبلغ رتبة ماذا السبق قال صعب هذا صعب كثير من هو السابق بالخيرات مثلا قال بإذن الله ما معه بإذن الله بتيسير الله وتوفيقه وعونه لولا ما كان ويكون اللهم أعنا ويستلنا ووفقنا بحق لا إله إلا الله محمد رسوله لولا ما كان ويكون من تيسير الله وعونه وإسعاده وإلطافه قال ما سبق منكم أحد ما هو السبق أيها الإخوة المصارع إلى الخيرات يسارع دائما وين فيه باب خير لا يتأخر هذا تعدى مسألة أنه يأتي المفروضات وينتهي عن المحرمات لا 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 تعدى هذا هذا يستكثر من ماذا من المحاب من محاب الطاعات يستكثر ولا يزال يتقرب إلي بالنواف العبدي حتى أحبه هذا من أحباب الله اللهم اجعلنا من أحبابك هذا يستكثر من محاب الله صوما وصلاة وصدقة وعلما وأدبا وإرشادا ونصحا للملة والبشر أجمحين وين في محاب يستكثر فيها ولا يتأخر بعدين نفسه المطمئنة يا أية والنفسه يطمئن بالخير ويجزع أيها الأخوة من ماذا من الشر والإثم والضر أبدا لا يطمئن إلا بالخير إلا بالشيء الطيب إذا وجد إثنين المتخاصمين مباشرة يفزع الماذا المصالح بينهما ويكذب وينمي خيرا من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا ولا يطمئن إلا إلى هذا يصالح بين الزوج وزوجه بين الأخ وأخي بين الأب وابنه نفس مطمئنة لا تطمئن إلا بالخير لا تهفو إلى الشر لا تحب لا ترتاح إلي أبدا أبدا اللهم اجعلنا على هذا النعت وهذا الوصف يا رب العالمين الله قال هذه رتبة عزيزة صعبة المأخذ إلا بعوني وتيسيري قال بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير أنا أقول الفضل الكبير عم الثلاثة الأصناف عم الثلاثة الأصناف لقوله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن بدل إيش هو هذا الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حريق وهدو ولباسهم فيها حريق وقالوا الحمد لله تبك في الحج وقالوا الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور النبي فسره في حديث يُنسب إليه أن الذين قالوا هذا القيل الذين قالوا هذا القيل هم من؟ هم الظلمة الذين ظلموا أنفسهم فتلافهم الله يقول النبي ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي بالتفريط في الطاعات فتلافهم الله هؤلاء يكونون على طول المحشر يقول يحشرون حشرا طويلا ثم تلافهم الله برحمته فأدخلهم الجنة يقول عليه الصلاة والفضل السلام وهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم اجعلنا من أهل فضلك وكرمك وكرامتك في الدارين يا رب العالمين يا خير مسؤول يا أكرم أمول يا من لا يخيب داعيه يا رب العالمين هذا هو إذن يا إخواني لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذبه إذن نحن ينبغي أن نقر وأن نؤمن أيضا بالقدر المشترك بين نصوص نبوية شريفة كثيرة تقول إن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله هم أهل نجا بإذن الله تعالى يسبق سؤال يسبق عذاب الأخري لكن في نهاية المطاف هؤلاء أهل نجا وحينئذ أيها الإخوة لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب قطعا لابد أن يحمل الصلي هنا على ماذا؟ على التخليد يصلاها مخلدا فيها لأنه مكذب أما الذي لم يكذب فإن اتفق بعدل الله أيها الإخوة ومن وراء العدل فضل جعلنا من أهل فضلك إن اتفق بعدل الله أن يدخلها دخلها غير مؤبد ولا مخلد أليس كذلك؟ طبعا لأنه لم يكذب ضرورة حمل حمل الصلي هنا على ماذا؟ على الصلي المؤبد المخلد بظاهر اللغة بظاهر اللغة والله تبارك وتعالى أهلا